شهد موقع المحطة النووية بالضبع بدأ أعمال ترتيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة تزامنا مع ذكرى الاحتفال بانتسارات أكتوبر المجيدة هذا وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالكة والمشاغلة للمحطات النووية في مصر أمجد الوكيل أن مصر تعطي أولوية قصوى للأمن والأمان النوويين حيث إن مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية وهي نظام لحماية فريدة يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة في المحطة وأشار إلى أن تحقيق كل هذه الإنجازات في وقت قياسي غير مسبوق بموقع واحد لمحطة نووية ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر